أستاذ عبد الرحيم من المنوفية أستاذ عبد الرحيم أيها نعم اتفضل يا فندم السلام عليكم عليكم السلام ورح تطلوه بركاته سعد الدكتور ازاي سعاتك حضرك فضل ونعمل الحمد لله والله لو سمحت أنا زوجتي يعني يعني بقالها يجي أسبعين وثلاثة كده بتخش الحمام وجاي خافة منه وتبقى ترتعش كده وحاولنا نعمل لها قرآن وحاجات ميت دي مش عارفين من إيه الحل في دي أقول لك الحل حاج أقول لك الحل حاج عبد الرحيم فيه سؤال تاني لا لا هو السؤال ده حضرتك بس طب إيه آخر حاجة حصلت له ما فيش حاجة حصلت بقى يعني ما حصلش حاجة يعني يعني هي أصلا تعبانة أصلا صحيا شوية آه عندها إيه بقى يعني عندها تعب صحي جديد ولا قديم لا ده قديم كانت عاملة دعامة في القلب وبتل تعالجه كويسي بس جالها الظروب دي وعملين جبت لها كذا واحد شيخ وإرامة قرآن طيب الحاجات وساعات تبقى كويسة ساعات تروح مقلوبة وتروح الشكلة متغير وتروح زعلانة أجابك يا حاج عبد الرحيم حارف أقول لك تعمل إيه طيب بص يا حاج عبد الرحيم إيه وعد يبلها حد يقرع عليه ليه طيب لأن اللي عندها دوت أمر يتعلق بإحساسها ورعباها وخوفها هي دلوقتي بسبب حالة صحية اللي عندها عندها خوف من الموت ربنا يحفظها لك وإن شاء الله ربنا يجعلها مديد العمر إن شاء الله مع حسن العمل إن شاء الله أنت بتسألني أعمل إيه زود الحنية شوية حاج عبد الرحيم بتسألني أعمل إيه زود الاهتمام بيها شوية سيد عبد الرحيم هي دلوقتي اللي حاصل ده في أغلب الأحيين بتجربة طويلة تجربة طويلة تصل إلى 25 سنة حاج عبد الرحيم اللي شفنا إيه إن الزوجة لما تبتدي تروح ناحية العفاليت والخوف من الجن وكده بيبقى عندها مشكلة في الاهتمام بيها من زوجها هتقول لي أنا مهتم بيها آه يبقى الاهتمام مش راح في المكان الصح فأنا بقول لك اهتم بيها زيادة اهتم بيها زيادة عليك إن أنت تشهر أن هي ما تخافش من مرض أن هي ما تخافش من كذا لأن هي حاسة إن في حاجة عتجلها من عالم الغيب فجأة فحسسها إن هي فراحة وأن هي مطمئنة وأن هي ما تخافش لو عملت كده إن شاء الله كل ده يزول وأنا بقول لك ما تجيبش حد يقرأ عليها خليها هي تقرأ كتاب الله وخلوا دون الوقت عندك أنت حالة من حالات إن القرآن ما يفرقش البيت وخليها هي تقرأ الفاتحة سابع مرات قبل النوم